مرحبا شباب اليوم سنعمل مقارنة بين المحافظ اللامركزية او المنصات اللامركزية لانه في عدنا بعض المحافظ اللامركزية تلعب دور المنصات مثل و بين المحافظ المركزية مثل بايننس سأحكي لك كيف تم اختراقي في المحافظ اللامركزية بالبداية عدنا نوعين للمحافظ اللامركزية عدنا الـ Software و عدنا الـ Hardware الـ Software مثل Trust Wallet والـ Hardware مثل Ledger و Nano نبدأ الشرح بالتفصيل بكل محافظة على حدة بالبداية ندخل على Ledger Nano أريد أحكي لك ما هي المشاكل التي تتعرض لها و أنت تستخدم Ledger Nano أو ما هي الطريقة الصحيحة لإستخدام Ledger Nano أولا المعلومة التي تعرفها أنه إذا بدك تشتري Ledger Nano لازم تشتريها من الموقع الرسمي لا تشتريها من أي موقع ثاني مثل Amazon أو eBay لأن الباعة على Amazon أو eBay هم مصادر غير موثوقة لبيع Ledger Nano والناس تتوجه تشتري Ledger Nano من Amazon أو eBay لأنه سعرها أرخص من الموقع الرسمي ممكن فرضي 20-30 دولار بالسعر بالتالي هاي العشرين دولار راح تأدي إلى اختلاقك وخسارة أموارك لماذا؟ لأنه الباعة الموجود من Amazon أو eBay فيه منهم يقوموا بحقن الكود الموجود في هذه القطعة Ledger Nano يقوموا بإجراء بعض التعديلات وعمل Injection للسورس كود حيث أنت أول ما تشتري Ledger Nano توضع أموالك فيها مباشرة يتم سحب جميع الأموال وتحويلها إلى المحافظة تعيتي الهاكر ممكن كمان تحكي أنا بعمل تست قبل ما أودع في Ledger Nano فبالتالي ما راح أتعرض لها المشكلة بحكي لك لا لأنه عندك Smart Virus ممكن أنت لما تعمل تست بكون هو عارف وبتركك ما بسحبهن وبعمل وزدرو أو استحب مثلا بعد مرور 24 ساعة أو بعد وصول مبلغ مؤين في المحافظة تعيدك بسحبهن ما راح يسحب مبلغ تست تاعك الخمسة أو العشرة دولار فدائما إذا بدك تشتري أي هارد وير والت بتروع على الموقع الرسمي حتى لو تدفع أغلى لأنه أغلب الباعة الموجودين على أمازون أو إي باي يقومون بحقن السورس كورد الخاص بال Ledger Nano فهم بشتروا Ledger Nano من الموقع الرسمي وبيعملوا بعض الإديات على الكود الموجود داخلها وبتقدر تحلر فيديوهات كاملة كيف أنهم بفكفكوا Ledger Nano ووصلوها بأسلالكم وبنزلوا عليها كود جديد أو حتى ممكن ينزل على سوق في الصين أو حتى ممكن ما يشتريه من الوفيشل ويب سايت يعني ممكن الهكرز ما يشتري المحفظة من نفس الموقع الرسمي ممكن يتعامل مع بعض التجار في الصين مثل مثلا مدينة شانسن أعطيها أي شيء في العالم تنسخلك تعمل لك عنه كوبي والهكرز بحط الأكوات تعييته أصلا عليها فاللي لازم تعرفه أنه أنت لما تشتري Ledger Nano تشتريها من الموقع الرسمي هون أول نقطة خلصناها الآن ثانية نقطة لما أنت تشتري Ledger Nano بدك نزل Application لازم كمان تنزل Application من الموقع الرسمي ما بصير تفتع لجوجل وتكتب Load Application Ledger Nano مثلا لأنه أنت راح يطلع لك ألاف من المواقع وأغلبها فيروسات أو نفس الApplication تاع Ledger Nano ويكونوا معدلين على الكود تاعه فبالتالي راح يصقوا كل الأموال تايتك فالدائما لما بدك فإذا بدك تحمل Application تاع Ledger Nano فانصحك باستخدام الموقع الرسمي بتدخل على الموقع الرسمي وهو الموقع الرسمي إذا كنت تستخدم التلفون مثلا بحولك على Play Store أو على Apple Store حتى منصحك لا تدخل مباشرة على Apple Store أو على Play Store وتحمل التطبيق مباشرة إلا ده بتتأكد من Downloads والتقييمات وبتتأكد من عمر التطبيق إنه صارنا مثلا سنة أو سنتين لأنها كلها تطبيقات قديمة لأنه في بعض هاكرز يقوموا بتنزيل التطبيقات على Play Store مثلا ويغيروا حرف من اسم التطبيق وبالتالي أنت ستنزل ويخترقوك وتأكد دائما قبل ما تدخل على موقع Ledger Nano تأكد من الإملاء تاع الموقع لأنه في ناس بغيروا دومين نفس الدومين تاع Ledger Nano مثلا Ledger.com بيعمل بيضيف S مثلا بيعمل Double R فيه وبتفع أموال للجوجل وبصير الموقع تاعه متصدر في محركات الباحث فإن دي بس تدخل على الموقع وتفوت على موقع مزور ليس موقع Ledger Nano الحقيقي فدائما تأكد إنك داخل على موقع Ledger Nano الحقيقي لذلك يكون خلصنا من المشكلة الثانية اللي ممكن تتعرض لها وأنتم تستخدم Ledger Nano أما بالنسبة للمشكلة الثالثة اللي هي التروجان فيروس ممكن أنت لما تنزل أبليكيشن على الوندوز داك أو على التليفون بيكون بالبيسي تابعك أو باللابتوب في عندك فيروس هذا الفيروس ممكن أو ممكن يعمل حوالات أوتوماتيكية أو إلو أنواع أخرى فلازم دائما تكون أنت متأكد أنه ينزل أنت فيروس عندك لحتى تقلل من هذه العمليات اللي ممكن تحصل لك والنتي فيروس كما ما بحبيك 100% لأنه في فيروسات تطلع جديد والنتي فيروس أصلا ما بلاقيها أو ما بلقوتها أو ما بيحذفها من جهازك فهي المعلومات لازم تكون أنت بإطلاع عليها فإذا بتدخل على موقع Ledger Nano وتشوف اللينك تبعه أو الرابط Ledger.com بالحرف تدخل عليها Ledger.com وحتى تطلعت نفسه موقع Ledger Nano وحطين رسالة فوق بيحكي لك أنه تدير بالك عن من البوشك أتاك يعني من الصفحات المزورة أو الاحتيارية أو الاسبام أو الاسكام لأنه مئات من الناس انسرقوا وصاروا يبعثوا إيمينات لازجر نانو أنتوا سرقتونه وكذا ولكن لازجر نانو مالها علاقة ولكن جهة المستخدم هو السبب أما بالنسبة للمشكلة اللي صارت معي لما تم اختراقي كانت مشكلتي أنا تحت كان عندي another type من التروجان فيروس فباختصار القصة اللي صارت معي أنه أنا نزلت الابليكيشن تعالجر نانو نزلته من الموقع الرسمي فدخلت على بايننس بدي أصعب الUSDT وحاولها على الجر نانو نسخت الأدرس ساعي في الجر نانو وعملت له بيست في بايننس وعملت إرسال وتمت الحوالي ولكن ما وصلني أي شيء من المبلغ فاستغربت فرجعت عملت بحث أشوف شو اللي صار فاكتشفت أنه أنا محول لعنوان غير العنوان الخاص باللجر نانو تبعي مع أنه أنا متأكد أنه عملت كوبي بيست فبعد البحث اكتشفت أنه عندي فيروس في الجهاز يقوم بتغيير الكوبي بيست يعني أنا لما عملت كوبي للعنوان الموجود في النجر نانو وروحت عملت بيست في بايننس عمل بيست للآدرس ساعي الهكرس مع أنه كمان أنا بنتبه دائما لآخر أربع حروب في عنوان الآدرس ولكن سبحان الله المرة هاي ما انتبهه وعملت الحوالي وفقدت جميع الأموال التي أرسلتها وكان الفيروس سمارت لأنه أنا أبحث في الجهاز رحت عملت كوبي إلى سيرت أنا متنبئ كلت أنه هذا نوع الفيروس اللي كان عندي عملت كوبي لكلمة كانت موجودة عندي في الجهاز مثلا سيرت رحت عملت لها بيست ظلت سيرت ما تغير البيست فاستغربت فانروحت جربت أعمل كوبي لآدرس بيبلش مثلا في 0x مثلا مثل الإكستنشن تاع الإيثيريو مباشرة لما عملت بيست عمل بيست للآدرس تاع الهكرس فالفيروس جدا ذكي يعني هو بفحص الكود تاعه قبل ما يعمل الريبليس الأدرس تاعه يعني ما راح تواجه هاي المشكلة في الجهاز وانت بتعمل نسخ لبوس أو اشي عادي راح يعمل معك بيست ولكن إذا بتنسخ اكستنشن معينة مثلا مثلا العنوين ترون مثلا بتبلش في تي إذا العنوان ببلش في تي مثلا زيرو كذا بيشتغل عندك هون الفيروس فكانت هاي المشكلة من المشاكل اللي وقعت فيه وكان السبب اللي هو جهل المستخدم يعني اللاجر لانه ما فيها مشكلة ولكن المشكلة كانت بالفيروسات والجهل تاع المستخدم أو قلة وعيه وكمان أنا من النوعية الناس اللي بدقغ كثير بهذه الأمور وما حيك تعرضت للاختراق فحاليا كل الخبراء بنصح الناس ان يروحوا يستخدموا المحافظة اللامركزية ولكن هم ما واعوا الناس شو ممكن تصير فيهم ويستخدموا المحافظة اللامركزية ممكن هون النوع اللي تعرضت للاختراق فيه أنا ممكن تتعرض له بزمحافظة اللامركزية ولكن الأمور الأخرى مثل الـ Private Key انه ينصر منك مستحيل في منصات المركزية انه ينصر ولا ممكن يصير حوالات اوتوماتيكية الآن بس ندخل على ترسولت سأحكي لك مواضيع أكثر تفصيل هيك بنكون نتهينا من لجهر نانو وبنصح أي شخص بستخدم محافظة اللامركزية انه ينزل الانتي فيروس وكون منتبه جداً لأن الحوالات المسروقة لا يمكن أن أرجعها هيك بنكون نخلصاً من لجهر نانو ندخل على ترسولت وبدأ حكي لك كيف تمت سرقتي في الترسولت يلي لحد الآن ما قدرت أحدد السبب بالتحديد ببنحكي نفس الموضوع لما بدك تحمل تطبيق تدخل على موقع ترسولت ترسولت دوت كوم بالحرف تتأكد منه لأنه كثير في مواقع مزورة بكونها زي ما حكينا عامل مثلاً بدل دبل أل عامل الوحد أو عامل دبل تي مثلاً أو بدل لوت كوم حاطف دوت أورغ مثلاً فلازم تكون جداً منتبه فلما تدخل تكبس على بلاي ستور بحولك على بلاي ستور بتحمل التطبيق وكذلك الاب ستور وهنا فيه كثير ناس يتعرضون للاختراق خاصة بيستخدموا هواوي لأن هواوي مابتد عن بلاي ستور أول ما صارت المشكلة مع أمريكا وحجموا عنها بلاي ستور فصار الناس بس يحملوا التطبيقات يدخلوا على مواقع خارجية في الجوجل وصيروا يحملوا وأغلب الناس تم اختراقها فأي حدا تريفونه ما بدعم البلاي ستدخل بحمل تطبيق الاندرويد من الموقع الرسمي للجرنان لا تروح تكتب في الجوجل تستخدم مواقع مثلا مثل ابتويد او اي موقع اخر لحتى تحمل تطبيق ترسوليت لا لازم تدخل وتحمله من ترسوليت فبالتالي نفس الاشي بعد ما تحمل التطبيق من الموقع الرسمي ممكن انك تتعرض لنفس المشاكل فممكن انه جهازك يكون موجود فيه فيروس ويتمهب خلال هذا الفيروس سرقت مثلا وانت بدخل فيه او ممكن تصير حوالي اوتوماتيكية وهي المشكلة اللي صارت معي كانت عندي بالمشكل في الفيروس سحب بالكامل بينما العملاك الثاني ظلت موجودة فبالتالي استنتجت انه تاعي من سرقة علما انه انا كاتبع ورقة وما دخلته من يوم لما عملت التطبيق فكان عندي نوع من انواع الفيروسات اللي بتعمل ارسالات اوتوماتيكية للحوالات بس ما قدرت احدد هذا الفيروس ولا حتى الانتي فيروس يدر انه يكشف هذا الفيروس فالفيروس كان مبرمج مسبقا على عناوين للهكرس فبدخل الفيروس بيشوف البلانس ساعة كده انه اكبر من صفر في العناوين المحدد سبقا بيقوم بتحويلها للعناوين الخاصة بالهكر بينما اي عنوان مش موجود في الفيروس مسبقا في داتابيس ساعته ما رح يتحول لانه ما تم برمجة الفيروس مثلا اللي سرقت عملة الزي كاش مثلا ونسرقت الاموال تعيتي وحكيت مع ترسولت وبعتلم ومسج وما حدا رد وبالتالي حتى لو حدا رد يعني كيف دي اثبتت ترسولت انه مش انا الحوالات ما بقدر فالاموال انفقدت مدى الحياة فلازم تكون جدا حذر في التعاون مع المحافظ اللامركزي وهذا الحكي طبعا مستحيل اصير معك في المنصات اللامركزية رأى احكي لك لقدام ليش فبدا احكي لك كيف تحمل حالك في ترسولت او انك تتخذ ادنى معايير الامان انك تقلل من الاختراقات اول ايش ممكن تفعل اشي شبيه بالتو فاكتور اثنتفيكاتور لما تدخل على ترسولت في السيتنج بعدين بتدخل على السيكوريتي فشغل الابلوك فبصير يعمل اسكان للفيس تبعك او تحط الباسورد لما تفتح ترسولت وشغل كمال اثنتفيكيشن على اي ترانزاكشن بتعملها هذا الحكي هو بحميك فقط اذا حدا مسك تريفونك وممكن بعض انواع الفيروسات الغبية انه هذا الاشي يمنعها ولكن هو مش سيكيور 100% ولكن لازم تعمله اما بالنسبة للنصيحة الثانية والاهم اللي لازم تعرفها اذا قررت انك تستخدم محفظة مثل ترسولت حاول اودع كل العملات تعيتك عن طريق باينز سمارتشين يعني بيب عشرين بيب عشرين بيب عشرين بيب عشرين حتى لو صارت مشكلة في باينز باينز سمارتشين باينز سمارتشين راح تنشغل لانه ما علاقة ما الها علاقة في بلاستة باينز فلما يدخل الفيروس عليك زي الفيروس اللي يدخل علي ويحاول يسحب العملات تعيتك في عنده شرط لازم يتحقق لحتى يقدر يسحبها لازم يكون عنده لازم تكون عندك بي ام بي لحتى تسحب اي عملي موجوع عن طريق باينز سمارتشين اللي هي بيب عشرين فانت فضل جاز دايما خلي البي ام بي صفر وحول البي ام بي على محفظة ثانية بتقدر تعمل تدخل على ترسولت وتعمل محفظة ثانية محفظة بتخلي فيها البي ام بي الجاز ومحفظة خلي فيها العملات وفي حال بولك شيك عيوم الاثنين اذا تم اختراق المحفظة اللي فيها بي بي عشرين مباشرة بتحذف الابلي كيشن وبتنزله على تطبيق ثانية وبتفتحه من اول وبتسعب اموالك لانه الفيروس ما رح يحولك بي ام بي عشان يسحب العملات اللي عندك وكذلك الحال مثلا في شبكة الترون اذا كنت بدك تحول دولار مثلا USDT تي ار سي فلما تيت تعمل وتدرون للتي ار سي للدولار ما رح يقدر يعمل لانه بدك ترون بدك يكون عندك تريكس لحتى تقدر تعمل الحوالي لانه الغاز بتاخذ من نترون فانت هون بتفضل محفظة من نترون فيما لو اذا دخل الفيروس عليك وحاول يسحب اوتوماتيك لي رح يعمل ارور لانه ما في عندك فهي نصيحة جدا مهمة انك تعملها لما تستخدم المحافظة اللامركزية دايما الغاز اعمله صفر عشان اي حدا بتعمل حوالي ما يقدر بشكل اوتوماتيكي مثلا من فيروس هيك بنكون خلصنا من المحافظة اللامركزية وبندخل على المحافظة المركزية او المنصات اللامركزية لانه تقريبا نفس الامر انت لما تيجي تعمل لغان على بايننس لازم تتكد من الدومين انه بالحرف دوت كوم لانه زي ما حكينا في مواقع مزورة فممكن تعمل لغان من الويب سايت او من الابليكيش والابليكيش اللازم تنزله تدخل على بايننس على الموقع الرسمي وتنزله من نفس موقع بايننس وهو بحولك على بلاي او الاب ستور لانه اذا تحمل من اي مصدر خارجي ممكن يتم اختراقك وكذلك الامر في الويب سايت لما تدخل عليه لازم تتأكد انك فايت على الموقع الرسمي ونفس المشكلة ممكن تواجه الفيروسات ولكن هنا في حالة الملصات الامر مختلف تماما لانه التروجان فيروس لما يسرق الايميل او الباسورد الخاص فيك راح يصطدم بال او حتى لما تنزل التطبيق مزور مثلا وحاول يسرقك يسرق الايميل والباسورد راح يدخل يصطدم بال وبايننس عندها الابليكيشن اتنتفيكاتور مثل جوجل وعندك الايميل ادرس وعندك البصمة الفيس او البنك كود فزي ما حكينا قبل حتى لو كان مثلا تخاذر من قبل موظف شركة اتصال وحده مستهدفك فبالتالي يقدر يدخل على الاس ام اس تاعك في شركة الاتصال اذا كان مختص في السايبر سيكوريتي يشوف المزج تعيدك ولكن حتى يستطدم بالايميل اتنتفيكاتور ويستطدم في بايننس اتنتفيكاتور او جوجل اتنتفيكاتور وبالمناسبة بايننس عامل تطبيق اتنتفيكاتور خاص فيها ممكن بتحاول تتوسع او تعمل ميزات جديدة في الاتنتفيكاتور وتعملها بشكل لا مركزي فالسيكوريتي في المنصات جدا اعلى من السيكوريتي في المحافظة اللامركزية لان المحافظة اللامركزية ما في عندها 2FA مباشرة فقط انا بس بعرف البيت كي التاعك في المحافظة المركزية بعدين رصيدك بصير صفر بنصرق تماما بينما في المنصات المركزية لا عندك الباسورد اذا عرفتم ما في مشكلة ستصطدم بال2FA فالسيكوريتي في المنصات المركزية اعلى جدا في المنصات اللامركزية فهذا الحكي كله لازم تكون انت على دراية كاملة فيه اما بالنسبة لل2FA وبالنسبة لل2FA في المنصات اللامركزية احنا قبل هيك وشرحنا عن بروتوكول اوتوماتا وحكينا عن الاشي اللي بيعمل وانه بحاول اعمل اي عملية الترانسكشن بالتم وهذا الشغل جدا عظيم وله هيك موضوع اوتوماتا اثار اعجابي لانه بيشتغل شغل عظيم جدا وحاليا مدعب شبكة بوليغون كمانه هيك عن المعلومات الممكن جمعها عندك وانت فيه سلاسل البلوكشين بتنتقل عبر منصات التكس لانه المعلومات كلها قدامك بتكون public وهي المعلومات ممكن تتعرض الاختراق من خلالها فبالنهاية عندك المنصات اللامركزية السكيور فيها اعلى بمراحل من المحافظة او المنصات اللامركزية والسبب هو 2FA اشي عظيم انه يكون موجود ما فيه اي موقع بالعالم حاليا ما بدعم 2FA وكل مواقع الايمينات من جيميل للاوتولوك للياهو كل المواقع بتدعم 2FA ما بدر يسرق الباسورد راح يصدن زي ما حكينا بالتوقف ايه بينما في المنصات اللامركزية فقط فاكتور واحد فقط كفيل انه يتم سرقة جميع اموالك اما في المنصات المركزية الوضع عندك غير ولكن كمان ما مننسى انه هذا الكلام كل عياته ما الى اي قيمة في حال تخاذن المنصة ولكن ما منقدر ننكن زرة الاعمال الموجودة في المنصات المركزية لانه السكيورتي تاعل برايفت كي مسؤولة عن حمايته بايننس مش انت في المنصات المركزية لبرايفت كي المسؤولة عن حمايته بايننس مش انت بينما في المنصات المركزية انت المسؤول عن حمايت الابرايفت كي تاعك وبايننس يا اخوان ماذا تستخدم ويندوز 10 او ماك اي او اس بايننس غالما تستخدم احد انظمة linux او srtic os الوبراتنج سيسم بتاع بايننس تدخل على محافظها مش نفس الوبراتنج سيسم اللي تستخدمه انت فدرجة السكيورتي الموجودة في المنصات المركزية جدا عالي انا ما بحكي عن اي منصات مركزي انا بحكي عن منصتين بايننس ومن ثم مننحذر لكون بيس وركز على كلمة مننحذر فقط غير هيك غير هيك نصيحتي لك ما تطلع من هالمنصتين بايننس ومن ثم كون بيس فقط فهل انت تقدر تحمل لبرايفت كي تاعك بالشكل اللازم ام بتسلم حماية لبرايفت كي لبايننس وبالمقابل بدك تتقبل خطورة انه المنصة ممكن مثلا تفلس وهذا منصة العكي صعب لمنصة مثل بايننس بالنهاية بنعمل مقارنة سريعة بالامور المهمة يلي بتهمك انت كمستثمر في حماية اموالك اولا لبرايفت كي في المنصات المركزية زي ما حكينا مش معك وفي المنصات اللامركزية معك وهون لازم تنتهي المقارن ولكن هل انت عندك درجة العلم والخبرة الكافية لحتى تحميل لبرايفت كي تاعك اما بالنسبة ل 2FA فبنتصر معنا لمنصات المركزية لانه 2FA امر عظيم جدا بينما في المنصات اللامركزية لا يوجد 2FA اما في المنصات المركزية لا عندك الباسورد اذا عرفه لا يوجد مشكلة لانه عندك 2FA وبالنسبة لالكلوزد اكاونت تنتصر معنا منصات اللامركزية لانه المنصات المركزية في بعض الاحيام تقوم بإغلاق الحسابات فقط تركلك ان تنتهك السياسة الخصوصية لازم تكون حذر جدا من تفاعلك في المنصات المركزية وما تخالف اي قانون وخاصة لما تشتري USDT يا أخوان بكل مسروق لما تودع في بايننس مباشرة توليك حسابك راح نعمل فيديو عن هذا الموضوع أما بالنسبة لأهم شيء يجبون انشورس التأمين أنت في المنصات المركزية ممكن إذا تنسرق بيتم تأمينك وتعويضك بينما في المنصات المركزية ما إليك حدا خلصاً سرقة أموالك مستحيل تقلق تسترد دولار خاصة في الوضع الحالي يعني بنرجع قبل فترة في 2019 بايننس نسرق منها 40 مليون دولار 7000 حبة بيتكوين ما أي حدا من المستخدمين خسر ولا دولار لأنه بايننس عندها صندوق تأمين اسمه سافر في مليار دولار فما فيه أي مستخدم خسر ولا دولار بينما أنت لما تتعرض للاختراق في المنصات المركزية مع السلامة باختصار ولا بترجع ولا دولار بينما صار قابل هيك وبايننس نسرقت ولا مستثمر خسر ولا دولار فهذا الأمر بنحسب لصالح المنصات المركزية همام نقدر ننكي الفضل للمنصات المركزية وبالنسبة أنها تتعرض للإفلاس كذلك البنوك كمان ممكن تتعرض الافلاس كلها خاض على القانون نسباينس خاض على القانون البنوك العرض الواقع حاليا خاض على القانون ممكن البنك يفلس وممكن البنك يعمل لك البلوك مثلا زي بنوك لبنان ما قبل يعطوا الناس الدولار تباوها مصارحة سبوهم بعملة ثانية اللي هي الليرن اللبنانية كإنما فالأمر نفس الموجود عندك في منصات المركزية موجود في بنوك اللامركزية ولكن كسيكوريتي أعلى مين فبالنهاية الأمر جدا صعب والموضوع جدلي ما بتقدر تحكي بشكل مطلق المنصات المركزية أحسن ولا بتقدر تحكي كمان بشكل مطلق المنصات اللامركزية أحسن أو أفضل فأنا راح أساعدك لحتى أنت تختار مين أفضل بالنسبة لك أنت كشخص أولا بالنسبة للبرايفتكي إذا كنت أنت من الأشخاص يلي بدخلوا على الجوجل كروم وبحضروا أفلام من موقع مثل EGBIST أو أي موقع أفلام آخر وبتصير النوافذ المنبثقة تطلع عندك في جوجل كروم وتعمل داولود أوتوماتيكي لفايلات عندك في الجهاز بالتأكيد أنا راح أنصحك باستخدام المنصات المركزية وخاصة إذا ما عندك أنت فيروس بينما إذا أنت عندك جهاز خصيصا تليفون أو لابتوب أو بي سي بغض النظر ومنزل عليه برنامج مضاعد بالفيروسات وهذا جهاز أبدا ما بتفتح عليه أي شيء تقريبا ممكن أنصحك بالمنصات اللامركزية وكمان أمر آخر إذا أنت شخص عامل كراك للمندز عندك ومفعله بشكل غير قانوني أو منزل برنامج زي إنترنت أو لون مريجر ومفعله بكراك أو أنت طالب جامعي مثلا ومنزل منتجات مايكروسوفت أو البرامج الهندسية وعملين لها كلها كراك بالتأكيد راح أنصحك بالمنصات المركزية لأن الكراكات عبارة عن فيروسات كلها يأتي فيروسات باتشات راح يسرقوك في النهاية فأنت يعمل مراجعة مع نفسك وحدد انت ويع وإذا عندك أموال كبيرة جدا وخايف من المنصات المركزية وبتحب تتوجه لمنصات اللامركزية بنصحك أنك تستخدم Operating System مثل نينكس نزل ويندوز لينكس أو أي شيء شبيه آخر لأنه في كثير Operating System Secure فيها عالي لا تستخدم الويندوز العادي فالأمر يا أخوان بالنهاية برجع لك أما بالنسبة لي إلي أنا كرأي شخصي يعني شخصيا أنا بالنسبة لي بفضل المنصات المركزية لأنه الثنتين فيها مخاطرة ولكن أنا فتقبل خطورة المنصة أكثر لأنه في حال اختراق المنصة ممكن يتم تعويذي أما بسبب سوء استخدامي في المنصات اللامركزية إذا تم اختراقي خلاص أنا رأى أخسر كل شيء بينما في المنصات المركزية ممكن يظل عندي أمل ومهما كانت قدرتك وعبقريتك في الكمبيوتر وأنك تحمي Private Key ما راح تصل لقدرة Binance في حماية Private Key تاها وBinance ما هيكة وتم اختراقها وسرقت أموال الناس فما بالك من المستخدمين العاديين كثير يا أخوان في ناسي بتنسرق روح افتح على Ledger Nano أو Trust Wallet اكتب في الجوجل My Trust is Hacked أو كذا بتدور في المحتوى الأجنب يشوف كم واحد ينسرق كثير ناس ينسرق جدا أكثر ما بتتخيل فالمنصات المركزية أو المحافظة المركزية التعامل معها جدا صعب مش بالسهولة اللي بتتخيلها يعني أنك تحط أموالك في Trust Wallet وتنام وانت سعيد لا أبدا مش هي الموضوع مرعب أنا بالنسبة إلي كشخص يعني بفضل المنصات المركزية ولم أحكي المنصات المركزية وأنا بحكي Binance ما بحكي أي منصة هانية هيك من كون خلصنا من الفيديو وحكيت لك كل إشي مهم أما بالنسبة للمقارنة اللي عملناها في النهاية بالنسبة لي هي فيها تعادل أنا هاي المعلومات اللي بتهمني فقط وزي ما حكيت شخصية أنا مفضل المنصات الكزية والثنتين فيه مخاطرة فأنا أعتقد في المخاطرة إذا عجبك الفيديو اعمل subscribe وإذا ما عجبك اعمل dislike